أنا العنود السلام عليكم اليوم إن شاء الله بتكلم شوي عن الرسم بشكل عام وعن برنامج البرو كريايت بشكل خاص بس قول كل شي شكرا سارة على الفيديو الأخير اللي ما شافوا الفيديو أنصحكم تشوفونا موجود على القناة الفيديو مفيد ورائع بالبداية بالنسبة للرسم يمكن أعظم مشكلة تواجه الرسامين هي أنه ما يكون في إلهام ما يكون في دافع للرسم ما في أفكار جديدة فأهم نصيحة للرسمين سواء مبتدئين أو محترفين أنهم يواسطون الرسم بشكل يومي وأسهل طريقة هي رسم أي شيء قدامك لو بتحمس وأكمل هذه السلسلة بسميها برسم اللي قدامي أي شيء قدامك أرسميه على طول يعني كرسي كوب نافذة ستارة أي شيء فمن هذا المنطق يعني حبيت أني أطبق هذه الفلسفة وعندي في الصالة حوضي النبات صناعي فقلت أرسمهم ببرنامج البوقيت هذا برنامج أو تطبيق على الآيباد يمكن كثير منكم سمع فيه يعني برنامج مشهور جدا وممتع سواء للرسمين المحترفين أو حتى الهاوين أو حتى اللي ما عنده مهارات في الرسم يعني يساعد وسهل وحتى سعره كان سعر رمزي أتذكر أنا ما كان غالي وله باشتراك لا خلص الواحد يشتري البرنامج يكون عنده أو التطبيق يكون عنده على طول هذا الشيء يعني ميزة يعني مرة رائعة في البوقيت وبرضو الإضافات الأخيرة في التحديث رائعة والواحد الآن صار يقدر حتى يسوي رسوم وتحرك على التطبيق فإن شاء الله بإذن الله يعني انتيس صار في الحلقات أي حلقة جاية كنا نناقش في موضوع رسوم وتحرك أبدا يعني شبيهة فكرة الإلستريتر والفوتوشوب عبارة عن فرش ألوان طبقات الطبقات شيء يعني مرة رائع الواحد خلاص ما يخاف يعني تخرب الرسمة كل جزء يكون فيه طبقة ما أحب يا خلاص يعني يلغي الطبقة ويصحح من جديد اختصارات فيه برضو فعالة جدا الواحد لما يصير متمرس فيه خلاص التراجع الحذف الطبقات يعني تفاصيل كثيرة جدا حتى رغمني من فترة طويلة وأنا أستخدمها بس للآن لازلت يعني ما أنا متأكدة بالضغط وش كيف أقولها ما كنت متأكدة بالضغط من شكل الفرشة كيف بيكون على يعني ضرما فيه فرش أكيد معروفة خلاص الواحد يصير عنده مفضلة مع الوقت حتى تعديل على الفرش غير الحجم وغير الشفافية لا فيه تعديل على مدى مرونة الرسمة الأطراف وأشياء كثيرة هنا لما بدأت في الحوض الثاني وفي أشياء أهم ثلاثة أشياء فيه اللي هو للرسم للدعك الوسط هذه للدعك وللمسح برضو فيه دروس كثيرة على اليوتيوب واحد ممكن يستفيد منها أفضل الطرق لاستخدام بعض الفرش أفضل الطرق لاستخدام طبقات الفيديو استغرق يعني الرسم نفسه يمكن حوالي ساعة بس حاولت أو ممكن 45 دقيقة حاولتني أقصر قد ما أقدر بحيث أنه يظهر أهم اللقطات أو أهم مراحل الرسم التكبير ورسم التفاصيل برضو شيء مرة مرة ممتع أكيد أي حجر بالرسم يستمتع بلمسات التفاصيل وهذه بالنهاية الحوض الأول والحوض الثاني تعديل الحجم برضو خاصية مذهلة وبس إن شاء الله استمتعتوا واستفدتوا أشوفكم على خير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر